لأن المحبة هي يظهرها الإنسان لنحو الآخرين بلا شرط وبلا مقابل ولكن إذا كانت محبة مشروطة أو محبة بمقابل لا تعد محبة لا تعد محبة ولم تعد أنها علامة محبة ده شيء مقابل شيء لكن المحبة الحقيقة يعطيها الإنسان بدون مقابل وبدون انتظار أي رد جميل من الآخر المحبة المطلوبة للإنسان يعملها مش هيقدر يعملها لإنسان آخر أو لأخيه في الإنسانية وهو مش قادر مثلا يسمحه تعلمنا كده كتب الكنيسة وأباء الكنيسة الكبار إن الإنسان إذا أصيب قلبه بالكبرياء وشعر بالذات وشعر بالاعتداد بالذات وشعر بنفسه إنه هو حاجة كبيرة ما يقدرش يسامح أخيه الإنسان لكن العكس بالعكس صحيح الإنسان اللي قلبه مليان تواضع وقلبه مليان اتضاع محبة احتمال هو ده القلب اللي يعرف يسامح ويعرف بالتالي يحب لأن بالعقل كده مش هقدر أسامح واحد ما بحبوش ده حتى في الأمثال الشعبية بنقولها كده ببساطة حبيبك يبلع لك الظلط وعدوك يتمنى لك الغلط إذا كنت بحب واحد هحبه زي ما قلت بدون شرط وهحبه ولا أنتظر منه رد جميل للمحبة أو لعمل المحبة اللي ما عمله أو المعروف اللي بعمله وبحبه وبخفر له حتى لو غلط فيه والعكس بالعكس صحيح إذا شعرت في ذاتي أن أنا أفضل منه مش هقدر أخفر له وبالتالي مش هقدر أحبه إذا شعرت في ذاتي أن أنا حاجة أن أنا قامة وقيمة وحبص للناس بالتالي لحوالي بدونية وبعدم احترام مش هقدر أحترم مش هقدر أحب مش هقدر أخفر للآخرين رب المجد في يوم الأيام حاب يدي مثل واضح وصريح في هذه المسألة للناس كلها عشان كده جاب أقام طفل صغير في الوسط وقال لهم كده إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد مثل الأطفال ما تقدروش تدخلوا ملكوت السماوات طيب يا رب أنت عايز تقول لنا إيه من مثل الطفل آه الطفل دايماً بيبقى عنده براءة وعنده صراحة وعنده لطف وعنده يعني صفات وفضاء الكثيرة ممكن نتعلمها منه لكن نفهم من صياق الحديث إن رب المجد كان يشير هنا لعلامة أو لصفة مهمة موجودة عند الطفل يمكن ما تتوفرش عند الكثيرين من الكبار هذه العلامة هي الغفران والصفح السريع وإنه الطفل يقدر ينسى للذين يسئون إليه في لمح البصر تعالوا شوفوا كده طفل بيلعب مع طفل زيه واتخنقوا مع بعض وحتى لو ضربوا بعض بعد دقايق معدودة لهم رجعوا اتصلحوا مع بعض وحبوا بعض ورجعوا وكملوا لعبوهم مع بعض لو سألنا الطفل ده أنت عملت كده ليه يقول له خلاص يا بابا أسلو مثلا هو اعتذر لي وأنا سمحته فخلاص نسيت له أنسيت له خلاص الموضوع خلص الموضوع سهل الطفل عنده هذه الملكة وهذه الصفة هذه الفضيلة إنه يقدر يخفر ويخفر من قلبه الطفل يقدر يسامح ويقدر يحب بدون غش وبدون مواربة عكس الكبار يمكن الاتنين الإخوات لو اتخنقوا مع بعض ممكن أخ نطلب منه طيب روح يا فلان سامح أخوك روح قل له حقك علي ويلا فرصة أن احنا هنستقبل سنة ابطية جديدة بعد أيام قليلة فرصة أنك تسامح وتبتدي السنة الجديدة على زي ما بنقول كده صفحة جديدة ومحبة جديدة وغفران ونسيان لكن النفاجة إن البعض يرد يقول لا إزاي أنا اللي أروح أعتذر له ده هو اللي غلط فيه يبقى هو اللي يجي يعتذر لي طب يا عم أنت الكبير الكبير هو اللي يسامح يقول لا أنا مش قادر أنساله الغلطة الفلانية اللي عملها فيها من سنة مش عارف 1900 وكام يا خبرة بيت لسه قاعد تفتكر الإساءة ولسه قاعد تفتكر الحاجة اللي عملها فيك أخوك من سنة كام وعملها إمتى وإزاي ومين اللي ابتدى ومين اللي ما ابتداش بالطريقة دي عمرك ما هتنسه وعمرك ما هتسامح